المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان الإحسان ركن واحد تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة عبادة رغبة عبادة حب وشوق فيما عند الله عبادة الأنبياء والرسل أقوى دافع يدفع المر لهذه العبادة لهذه المرتبة الحب والشوق فيما عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا إذا لم نستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكنك الحروج على المرتبة الثانية فإن لم تكن ترى فإنه عبادة حب وحرب وتسما عبادة المراقبة وعبادة المرات الملتقى وعبادة الأنبياء والسلما والإيمان والإحسان وهناها الحديث حديث جبريل عليه السلام والله أعلم ويقضي على المساعدة الإسلامية والإسلامية والإحسانية والحديث من الجبريل الله أعجب المعرفة